السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبايب قلبي عاملين ايه يا رب يكونوا بخير النهاردة معانا وصفة جديدة وهي الناجتس اللي كل اطفالنا وحبايبنا بيحبوه انا هعلمهلكو بطريقة سهلة جدا جدا انضف او ارخص مين من بره ميت مرة وهيامل معاك كمية كبيرة بس ما تنسينيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس اول حاجة معانا نصف كيلو صدور فراخ طبعا غسينها بالميا والملح والجنزبيل واللمون تمام غسينها كويس جدا ونشفينها من اي ميا معاية بطاستايا كبيرة مسلوقة طبعا انا سرقتها بحالها واشرتها وهرستها كويس آآ وبصالايا مفرومة فرمي ناعم معلقة كبيرة ملح فلفل اسود بهارات فراخ بابريكا كوزبارة نشفة وآآ طوم بودر اما الغطا بتاعه او التخطية بتاعته اللي هي عبارة عن الكيرزبي اللي بيباع عند العطار كباية دقيق ربع كباية نشا ومعلقتين اللبن وبضايا واحدة بس بعد كده معنا اول حاجة هنعملها ان احنا هنفروم كل مكوناتنا في قلب الكبه حطينا الاولة هوت الفراخ معنا وبعد كده حطينا البصل والبطاستايا طبعا البطاستايا هنا بنسلوقها بحالة وبعد كده بنقشرها ونستغرسها كويس جدا نحطش عليها اي حاجة وبعد كده طبعا دي اللي بتضعف معنا ان شاء الله كمية بامر اللي هترمي كمية كويسة ومعنا كمان بكت هنفسيت اقول عليه اللي هو بكت آآ آآ مرأة دجاج فورية تمام بعد كده هندرابه كويس جدا جدا في الكبه وهنجيب صانية مربعة دي كبيرة بقاسها كبير هنفرش فيها آآ آآ اللي هو الكيس الصندوشيات احنا فاتحينه وفادينه بالشكل ده وهندهينه بالزيت عشان طبعا ما يلزقش معنا بعد كده وبعد كده هنبدأ نحط الخليط بتاعنا اللي احنا حطيناه في الكبه لو وصلت معي لغاية هنا يا حبيبة قلبي ما تنسيش تقول انت بتتبعيني منين وبتنسيش في التعليق الحلو لو لو وصفتي عجبتك بعد كده هنبدأ ان احنا نفرد الكمية بتاعتنا كده آآ طبعا انا بلت اي دي زيت علشان يبقى سهل في الفرد وهنبدأ ان احنا نقضحها لمكعبات صغيرة آآ طبعا آآ قبل ما آآ تتقطع آآ حطيناها في الفريزر حوالي ساعة وبعد كده طلعناها قطعناها ومعنا بالشكل ده كله لازم تحط في الفريزر يا حبيبة قلبي عشان انت تمسك معاكي بعد كده هنجيب الدريسنج بتاعنا او التقطيع الكريزبي على تلات اربع معالي فيجتار عشان نزود الكمية عايز نعملها بالكريزبي بس ما مش مش مشكلة وبعد كده حطينا الدقيق على الفيجتار وحطينا اللبن على البيض ونبدأ في الفريزود وبعد كده هنبدأ بقى ان احنا ايه نطلع بالطريقة دية كده وهنبدأ ان احنا اول حاجة هنعفره بالدقيق تعفيرة بسيطة جدا وبعد كده هنحطه في البيض وبعد كده من البيض للكريزبي والبقسمات عايز اقولك ان هيطلع شوية بسم الله ان شاء الله زي الفل احنا عارفين طبعا ان سعره برا غالي جدا 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 يعني انا انا كنت باشتري الاولادي من برا اه الكيس في حوالي ست قطع صغيرين بحوالي خمسة وخمسين جنيه بعد كده طبعا هنرفع اه طاصة على الزيت اول ما تقدح معنا الزيت هيقدح معنا او هيسخن هنحط هنبدأ نحط النجس ونوضي العين شوية بحيث ان هي طبعا ايه تا تستوي من من جوه شوية آآ بسم الله ما شاء الله حاجة كانت زي العصر والله العظيم كانت اكسم باللأ انضف من بتاع برا ميت مرة ويا حبيبة قلب ان شاء الله بازن الله هتاعتمد اشتري الطريقة دي وبالفة هنا وشيئة